اكد الفريق اول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الارهاب وتمويله وغسل الاموال انما تتميز به مملكة البحرين من بنية تشريعية قائمة على افضل الممارسات في المجالين المالي والاقتصادي مكنها من تعزيز تنافسيتها على كافة الاصعداء اشار معاليه الى ان حصول مملكة البحرين على المرتبة الاولى عربيا في مؤشر بازل لمكافحة غسل الاموال هو نجاح اخر في سجل نجاحات الوطن ويأتي نتيجة الجهود التكاملية من قبل كافة اعضاء فريق البحرين كما اشهد معالي وزير الداخلية بدور الوزارات والجهات المعنية ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومصرف البحرين المركزي وادارتيات حريات المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية وكذلك التعاون البناء والجهود المشكورة التي تقدمها المؤسسات المالية في اطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ونوه معاليه بان تبوء البحرين المراكز الاولى في العديد من المؤشرات حسب تصنيف المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية يؤكد على ما تتمتع به المملكة من مقاومات مميزة واسس صلبة في العديد من المجالات اشار الى ان ما تحقق هو تأكيد على الاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله واكد معاليه ان البحرين ماضية في تحقيق الاهداف الخاصة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وان انشاء وتشكيل لجنة متخصصة يأتي للدفع بالجهود الحثيثة التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا المجال ولتعزيز مكانتها على الخارطة العالمية